طيب خلينا ننتقل لجزية أخرى حزب الحرية ينتقد مساعدات فيهن الإجتماعية ويصفها بداخل دائم للسوريين والأفغان والحكومة عشان تستفز حزب الحرية قررت زيادة الأعنات الأسر في النمسا بنسبة 4.6 بدءا من عام 2025 يمكن حزب الحرية بينتقد أو حزب الحرية خاصة في فينة بينتقد نظام المساعدات وكان بيقول نيب اللي هو رئيس حزب الحرية في فينة بيقول المساعدات دي بقت دخل دائم للاجئين السوريين والأفغان الناس مش عايزة تشتغل وانضم لي رئيس حزب الحرية فيه نمسا السفلة اللي قال لأ عندنا نظام أفضل من كده بكتير نعم نعم يعني سيد الكريم حزب الحرية يعتاد دائما على أنه يعني يحاول ينتقد المزايا اللي بيحصل عليها اللاجئين اللي هم فعليا أي شخص متى ما صار هنا حصل على حق اللجوء فبالتالي هو يعني له ما له وعليه ما عليه من خلال يعني الوضع يعني الوضع القانوني الذي يحصل عليه هو أو غيره في ذات الوقت فبالتالي بصراحة يعني الاستياد الذي يقوم به دائما يعني حزب الحرية بهذه الطريقة يعني بصراحة استياد رخيص جدا استياد يعني ما فينا نقول مو بمكانه ولكن الواقع الواقع بيفرض علينا أنه نحن ما ناخد الأمور بهذه الطريقة يعني اللي عم يحصل على مساعدات اجتماعية هذا في مؤسسات في دولة في حدا بيتابعه هن يضلوا يحكوا ياخدوا ما ياخدوا طب يا حيبي هذا الشخص هون الغلاء الفاحش الموجود بالنمسا هذا الشخص اللي حصل على حق اللجوء عنده عائلة عنده كيف بده يعيش يعني انت عم تعطوه الحد الأدنى مو أنا وانت حطيناه الحد الأدنى هن اللي حطوه الحكومة مراكز دراسات وزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي حطت هذا الحد الأدنى وبالتالي وبالتالي وهلا الأفضل من ذلك زيادة إعانات الأسر في النمسا بالنسبة 64% بدءا من 2025 من العام الجاي يعني الإعانات رح تزيد المساعدات رح تزيد مساعدات الأسرة مساعدات الأطفال كل الأمور بدء العام الدراسي كل الأمور رح تزيد بنسبة 64% أو 46% بالضبط يعني بحكم حجم التضخم الذي حصل بالنمسا ما بين يعني بين 23 إلى 24 من الفترة أغسطس 23 إلى يوليو 24 فبالتالي يعني هذا الكلام اللي عم يحكيه حزب الحرية يعني بصراحة أوكي خير إن شاء الله يا سيدي بس خد بالك أن هما يكونوا طبعا دلوقتي هيروحوا المعارضة ويكونوا أداة ضغط على الحكومة الجديدة بشكل أو بآخر باستخدام يعني على هو القرارات اللي ليش الشعب والاشتراك عم يبحثوا عن وجود قوي في البرلمان فبالتالي هما ائتلفوا مع حزب النيوز ترجمة نانسي قنقر